أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السانوي التجاري بالمدارس السنوية التجارية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات شعب التسويق شعب التأمينات شعب إدارة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية وبرنامج في بيتنا مدرسة الحلقة الماضية اتكلمنا عن أن المنهج بتاعنا سبع أبواب وعرفنا أن الباب الأول هو موضوع الفائدة البسيطة والجملة وعوامل الفائدة يبقى احنا إن شاء الله موضوعنا النهاردة هنتكلم عن الفائدة البسيطة يعني إيه فائدة بسيطة؟ بنقول الفائدة البسيطة هي العائد على رأس المال المستثمر أو المقترض يعني لو أي شخص راح البنك أوضع فلوس البنك بيديله عليه فائدة يبقى هنا الفائدة احنا بناخدها لو شخص تاني راح البنك خد منه قرد يبقى البنك في الحالة دي بياخد من الشخص فائدة يبقى الفائدة ممكن ناخدها وممكن ندفعها إمتى باخد الفائدة يا شباب لما أوضع فلوس في البنك وإمتى بدفع فائدة لما أخد قرد من البنك الموظف اللي في البنك لما بيجي يحسب الفايدة بيبص على ثلاث حاجات أو بيرعي ثلاث حاجات أو بيجد الثلاث حاجات بيبص على المبلغ اللي تم إداعه كام المبلغ ده هيتم إداعه لمدة كام سنة أو كام شهر أو كام يوم بعد كده بيشوف النسبة المقاوية اللي هيتحسب على أساسها الفايدة اللي احنا بنسميه المعدل يبقى الموظف بيقوه شوف المبلغ كام المدة كام المعدل كام ودول التلاث عوامل اللي احنا بنسميهم عوامل الفايدة البسيطة أو عناصر الفايدة البسيطة طبعا الموظف بيضرب التلاث عوامل في بعض عشان يحسب لي الفائد يبقى احنا اتفقنا أن مادة الرياضة المالية بتاعتنا مقررة على طلاب الصف الثاني شعب التسويق شعب التأمينات شعب الإدارة في المدارس السنوية التجارية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وقلنا أن الفايدة البسيطة هي العائد على المبلغ المستثمر أو المبلغ المقترض واتفقنا أن الموظف لما بيجي يحسب الفايدة بيحسبها بناء على ثلاث عوامل المبلغ والمعدل والمد تعالوا نشوف كده يبقى الفايدة البسيطة قلنا هي العائد على المبلغ المستثمر أو المبلغ المقترض الرموز اللي هنستخدمها في الدرس يا جماعة احنا اتفقنا أن الموظف بيسأل بيشوف المبلغ كام ويعني ايه مبلغ؟ المبلغ ده هو هو عدد وحدات العملة اللي الشخص بيوضعها في البنك والمبلغ ده بنرمزه بالرمز ألف بعد كده بيشوف المبلغ ده هيقعد في البنك كم سنة أو كم شهر أو كم يوم المدة بالسنوات بنرمز لها بالرمز نون المدة بالشهور بنرمز لها بالرمز الشين المدة بالأياب بنرمز لها بالرمز يه بعد كده بيشوف العامل التالت اللي هو المعدل والمعدل قلنا هي النسبة المقاوية اللي بنحسب على أساسها الفايدة والمعدل ده بنرمز له بالرمز عين بعد كده الفايدة البسيطة اللي هنحسبها بنرمز لها بالرمز فيه بعد كده رسيدي في البنك اللي هو بنسميه جملة بنرمز لها بالرمز جيم يبقى الرموز المستخدمة في الدرس المبلغ بنرمزله بالرمز ألف المعدل بنرمزله بالرمز عين المدة بالسنوات بنرمزلها بالرمز نون المدة بالشهور بنرمزلها بالرمز شين المدة بالأيام بنرمزلها بالرمز ي الفايدة بنرمز لها بالرمز في الجملة اللي هو رصيدي في البنك برمز لها بالرمز جيم يبا احنا اتفقنا ابنائي وبناتي الطلب عشان بعد كده بنكتب القوانين بالرموز مش بنكتبها بالكلمات اتفقنا ان انا عندي اي مبلغ برمز له بالرمز الف المعدل بالرمز عين لو هنحط المبلغ في البنك العدد من السنوات يبا هنا المدة بالسنوات برمز لها بالرمز نون لو هحط الفلوس لعدد من الشهور المدة بالشهور برمز لها بالرمز شين لو بالايام برمز لها بالرمز الفايدة اللي بحسبها بعد كده مش هكتب كلمة فايدة هكتب حرف الف بعد كده الجملة او الرصيد بدل ما اكتب كلمة الجملة هكتب حرف الجيم اتفقنا ان الموظف اللي في البنك لما بيجي يحسب الفايدة بيضرب 3 عوامل في بعض المبلغ في المعدل في المدة وده بقول عليه القانون العام للفايدة يبقى الفايدة بتساوي حاصل ضرب المبلغ في المعدل في المدة ادي القانون العام بتاعي الفايدة البسيطة بتساوي المبلغ في المعدل في المدة طيب لو انا عندي هحسب الفايدة في حالة المدة بالسنوات ازاي بحسبها بقول فيه بالسنوات بتساوي طبعا انتفقنا ان احنا عرفنا الرموز هنكتب القانون بالرموز مش بالكلمات المبلغ بالرموز له بالرمز الف المعدل بالرمز عين وعشان المعدل نسبة مئوية فبقسم عالمية المدة بالرمز نون يبقى ازا الفه في حالة المدة بالسنوات بتساوي الف في عين عالمية في نون طيب لو المدة عندي بالشهور الفايدة هتكون ايه فه بالشهور هتساوي الف في عين عالمية في شين على 12 ألف دي اللي هي رمز المبلغ عين اللي هي رمز المعدل وقلنا المعدل عشان نسبة مئوية بأسة معالمية المدة عشان هنا بالشهور بقول شين على كيم على 12 واللي 12 جات من هنا يا شباب لأن السنة فيها 12 شهر يبقى احنا عرفنا خانون الفايدة في حالة المدة بالسنوات وعرفنا خانون الفايدة في حالة المدة بالشهور هنشوف خانون الفايدة في حالة المدة بالأيام فيه بالأيام بتساوي ايه؟ برضو ألف في عين عالمية يبقى ألف في عين عالمية دي سابتة في كل القوانين ولكن على حسب نوع المدة بكتب الرمز بتاعي هنا أقول ألف في عين عالمية طبعا المدة بالأيام قلنا بنرمز لها بالرمز إيه وإيه بقسمها على 360 على اعتبار أن عدد أيام السنة التجارية 360 يوم يبقى احنا عرفنا الخانون العام للفايدة بضرب المبلغ في المعدل في المدة الفايدة في حالة المدة بالسنوات بقول ألف في عين عالمية في نون في حالة الشهور بقول ألف في عين عالمية في شين على 12 في حالة المدة بالأيام بقول ألف في عين عالمية في إيه على 360 طيب لما بروح البنك أسحب كل اللي ليا بأسحب المبلغ زائد فاديدته وطبعا الاتنين مع بعض بسميهم الجملة يبقى الجملة معايا بتساوي ناتج جمع المبلغ زائد الفايدة يبقى الجملة هتساوي المبلغ زائد الفايد الجملة قلنا بنرمز لها بالرمز جيم يبقى جيم بتساوي المبلغ رمزه ألف والفايدة رمزها فيه يبقى إذن جيم بتساوي ألف زائد فيه أبنائي وبناتي الطلبة يبقى احنا دلوقتي عرفنا القانون العام للفايدة الموظف لما بيجي يحسب الفايدة بيضرب 3 عوامل في بعض بيضرب المبلغ في المعدل في المدة لو انا بحط مبلغ في البنك لعدد من السنوات القانون بتاعي اللي فيه بتساوي ألف في عين عالمية في نون لو المدة عندي بالشهور هو الفيه بتساوي ألف في عين عالمية في شين على 12 ليه على 12 لان انا عندي السنة فيها 12 شهر لو المدة عندي بالأيام فيه بتساوي ألف في عين عالمية فيه على كام على 360 لاني على اعتبار عدد أيام السنة التجارية 360 يوم خلونا نروح كده نشوف ايه الافكار اللي معانا ايه الامثلة اللي معانا ونشوف الامثلة دي افكارها ايه وازاي بين ايه بنحلها هروح على المثال الاول السؤال الاول بيقول لي ايه اقترض شخص مبلغ 8000 جنيه من احد البنو لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة بسيطة 11.4 من 10 في المية سنويا بيقول لي احسب الفائدة البسيطة وجملة ما سدد ابنائي وبناتي الحلقة اللي فاتت اتفقنا ان احنا عشان نحل ايه مسألة رياضة مالية فيه مجموعة من الامور لازم بالرعاية اول حاجة بقرأ المسألة مرة واثنين وقرأ المسألة موضوع مهم جدا على اساس اقدر احدد ايه المعطيات وايه المطلوب واشوف المطلوب ده هوجده ازاي او هحسبه ازاي يابا بنقرأ المسألة مرة واثنين بحدد المعطيات بحدد المطلوب ببدأ الاخص المسألة بتاعتي عشان ما عودش اقرأ المسألة كل شوية بعد كده ببدأ احدد القانون اللي هوجد به المطلوب بعد ما بكتب القانون بعوض في القانون وبعد كده بروح استخدم الالة الحزبة بتاعتي وهستأزن حضراتكو كل واحد يكون معايا كشكول ومعايا الم ومعايا الى حزبة عشان نشتغل مع بعض احنا قرأنا المسألة هنقرأها كمان مرة عشان نفهب ايه المضموم بتاعها لما اجا بص على المسألة هلاقي بيقول لي اخترت شخص مبلغ 8000 جنيه اسأل نفسي سؤال الت8000 جنيه دي اسمها ايه ما هو بيقول لي اخترت شخص مبلغ 8000 جنيه يبا الت8000 جنيه دي اسمها ايه يا شباب اسمها المبلغ طب هسأل ابناءنا الطلبة المبلغ من شوية قلنا بنرمزه بالرمز ايه برافو عليك في ابن من ابناءنا بيقول ان المبلغ رمزه ألف يبا الت8000 جنيه دي لما اجي الخص المسألة هقول الف عندي بكام بت8000 جنيه طبعا الرجل اخترت من احد البنوك لمدة خمس سنوات هو بيقول لي لمدة يعني العملية واضحة ان الخمس سنوات دي اسمها المدة والمدة عندي مش خمس شهور ولا خمس ايام لا المدة عندي خمس سنوات هسأل برضو ابناءنا الطلبة المدة بالسنوات من شوية قلنا بنرمزه بالرمز ايه برافو عليك ابن من ابناءنا بيقول ان المدة بالسنوات بنرمزه بالرمز نون هنقرأ بقى المسألة بعد خمس سنوات بيقول لي بمعدل فائدة بسيطة 11.4% سنويا اوتوماتيك يا جماعة اول ما نشوف رقم جنبيه علامة بالمئة اعرف ان ده معدل الفائدة اللي دايما بيبقى مكتوب جنبيه كلمة سنويا يبقى اذا انا عندي المعدل 11.4% سنويا وبرضو هسأل ابناءنا المعدل بنرمزه بالرمز ايه برافو عليك المعدل بنرمزه بالرمز عين طيب انا كده حددت المعطيات عندي مبلغ ب8000 جنيه برمزه بالرمز الف عندي مدة خمس سنوات برمز لها بالرمز نون عندي معدل 11.4% برمزه بالرمز عين احسب اللي بعد احسب هو ده المطلوب مني وهو ده اللي انا هوجده بيقول لي احسب الفائدة البسيطة واحسب الجملة يبقى مطلوب مني فايدة وجملة واتفقنا ان الفايدة رمزها فيه يبقى مطلوب مني فيه والجملة رمزها جيم يبقى مطلوب مني احسب فيه واحسب جيم يلا بقى مع بعضينا نروح نهل المسألة ونشوف هنهل ازاي اتفقنا ان احنا اول حاجة يا شباب بنلخص المسألة عشان ما عودش اقرى المسألة كل شوي هنلخص المسألة ازاي احنا اتفقنا مع بعض ان الراجل في المسألة مديني مبلغ 8000 جنيه يبقى الف عندي بكام ب8000 جنيه المدة عندي اللي هي بالسنوات وعشان كده قلت نون ما قلت الشين او يه المدة عندي اللي هي نون بكام بخمس سنوات معدل الفائدة اللي هو رمز وعين 11.4 من 10 في المية سنويا دي المعطيات المطلوب مني بيقول لي احسب الفائدة واحسب الجملة يبقى فيه هحط تحتها علامات استفهام لان هي اللي مطلوبة وجيم هحط تحتها علامات استفهام لان هي اللي مطلوبة يبقى انا عملت ايه دلوقتي يا شباب انا لخصت مسألتي عشان احدد ايه المعطيات وايه المطلوب بسأل نفسي سؤال ايه القانون اللي انا هوجد به المطلوب بتاعي هو بيقول لي دلوقتي بيقول لي احسب الفائدة واحنا كلنا عارفين ان الفائدة يا جماعة بتساوي حاصل ضرب المبلغ في المعدل في المدة يعني فيه هتساوي الف في عين عالمية فيه واشوف نوع المدة عندي هنا بالايه نوع المدة بالسنوات يبقى اقول في نون يبقى نيجي نكتب القانون بتاعنا يا شباب ها فيه بالسنوات بتساوي القانون بتاعي ايه ها الف في عين في نون عالمية ده القانون اللي انا هوجد منه الفائدة بعد ما كتبت القانون يا شباب هبدأ عوض يعني ايه هبدأ عوض هشيل الرمز وهحط القيمة بتاعته في نفس المكان يلا نعوض كده الف الف عندي فوق بكم الف عندي فوق ب8000 اهي نزلت شلت الالف وحطيت 8000 بعد كده عين عين عندي ب11.4% سنويا يبقى عندي هشيل العين وفي نفس المكان هحط 11.4% بعد كده نون نون بكم بخمسة هشيل نون وفي نفس المكان هحط خمسة الكلام ده مقسوم على كام يا شباب مقسوم على 100 يبقى نهاسم على كام على 100 بعد كده بعمل ايه بروح امسك الالة الحسبة بتاعتي بضرب 8000 في 11.4% في 5 على كام على 100 هيطلع لي ناتج الناتج انا هكتبه بس هروح كمان مرة امسك الالة وهروح ضرب نفس الكلام واسم عالمية عشان اتأكد ان الرقم اللي انا كتبته ده هو الصح طب لو انا في المرة الاولانية كتبت رقم وفي المرة التانية طلع لي رقم او ناتج مختلف يبقى لازم اعمل العملية الحسبية بالالة الحسبة مرة تالتة عشان تبقى هي دي المرة الفيصل اللي هتقول لي اي ناتج فيهم هو اللي صح الحاجات دي حاجات مهمة وطالما بنحل الرياضة يا شباب المفروض ان احنا ما نتصرعش عشان كل شغلنا يبقى صح ونحصل على الدرجات الاي النهائية تعالوا نشوف كده لما نضرب 8000 في 11.4% في 5 عالمية الناتج هيكون كام الناتج هيكون 4560 جنيه يبقى الراجل اللي راح حط في البنك 8000 جنيه لمدة 5 سنوات والبنك حساب له فايدة معدل 11.4% هيلاقي الراجل ليه فايدة كام في نهاية المدة هيلاقي ليه 4560 جنيه طيب مطلوب مني المطلوب التاني اللي هي جيم اللي هي اختصار لكلمة الجملة اللي هو رصيدي يعني ايه رصيدي يعني كل اللي ليه في البنك هروح احسب الجملة لما اروح اخذ كل اللي ليه في البنك هاخد المبلغ اللي انا اودعته اللي هو 8000 وهاخد الفايدة اللي انا حسبتها يعني اذا الجملة عندي اللي هي جيم بتساوي المبلغ زائد الفايدة يعني ألف زائد فيه هروح اعوض في الخنوم بتاعي جيم بتساوي الألف عندي بـ 8000 جنيه اللي هي فوق والفايدة انا طلعتها بـ 4560 جنيه يبقى هجمع 8000 زائد 4560 جنيه هيطلع معايا الناتج 12 استخدمت الألة الحسبة حسبت الفايدة بعد كده رحت حسبت الجملة كتبت قانون الجملة اللي هو جيم بتساوي ألف زائد فيه اعوضت في القانون وطلعت الجملة طلعت معايا 12,560 لما نيجي نبص على المسألة اللي معانا هنلاقي ان كان مطلوب مني فايدة وجملة وكانت المدة اللي موجودة عندي مدة بالسنوات عشان كده ضربنا في نون طب لو انا المدة اللي معايا مش بالسنوات لو معايا بحاجة تانية بنوع مدة تانية بنعمل ايه هو ده اللي هنشوفه في السؤال اللي جاي تعالوا نشوف السؤال اللي جاي بيقول ايه السؤال التاني بيقول لي اوضع شخص في بنك 10,000 جنيه لمدة سنة و3 شهور بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا احسب الفائدة البسيطة جملة ما له يعني المطلوب التاني جملة ما له قريت المسألة مرة هروح اقراها كمان مرة عشان اعرف ايه المضمون واحدد ايه المعطيات وايه المطلوب واشوف المطلوب ده هحسبه ازاي بيقول لي اوضع شخص في بنك 10,000 جنيه عدد وحدات العملة اللي احنا بنحطها او بنقتريطها يا جماعة اوتوماتيك اسمها المبلغ واتفقنا مع بعض ان المبلغ برمز له بالرمز الف يبقى انا عندي الف بكام بعشر تلاف جنيه بيقول لي لمدة طالما بيقول لي لمدة يبقى اللي جاي بعد كده ده هي المدة لمدة سنة و3 شهور انا عندي المدة فيها سنة وفيها 3 شهور حضرتك يا مستر من شوية قلتنا المدة يا اما سنوات يا اما شهور يا اما ايام ما قلتناش ما قلتناش ان المدة فيها سنوات وشهور بقول لكم انا عندي كلامي لان احنا دلوقتي هنحول المدة كلها هنخليها شهور عشان تبقى نوع واحد طب ازاي هنحولها هسألك أقول لك أنا عندي سنة وثلاث شهور السنة فيها كم شهر هتقولي 12 شهر زائد الثلاث شهور يبقى أصبحت المدة عندي 15 شهر وشلت كلمة سنة خالص يبقى أصبح المدة عندي بالإيه بالشهور يبقى إذن عندي المبلغ اللي هو رمزه آلف بعشر تلاف جنيه المدة بالشهور اللي هي رمزها شين بخمستاشر شهر المعدل عندي 12% سنويا وقلنا المعدل بنرمزله بالرمز عين مطلوب مني الفايدة البسيطة اللي هي بنرمزلها بالرمز فيه ومطلوب مني الجملة اللي احنا بنرمزلها بالرمز جيم يبقى يا شباب دلوقتي لما نبص على مسألتنا هللاقي عندي مبلغ بعشر تلاف جنيه هللاقي عندي مدة بخمستاشر شهر هللاقي عندي معدل بـ 12% مطلوب مني فايدة ومطلوب مني جملة تعالوا لما نروح نحل ونشوف إزاي هنوجد المطلوبين اللي معانا اللي هي الفايدة البسيطة والجملة هنروح أول حاجة زي ما اتفقنا بنلخص مسألتنا تعالوا نلخص مع بعض المبلغ اللي هو ألف بعشر تلاف جنيه المدة اللي هي بالشهور رمزها شين بخمستاشر شهر المعدل اللي هو رمز عين 12% سنويا مطلوب مني الفايدة اللي هي رمزها فيه مطلوب مني الجملة اللي هي رمزها جيم كده أنا لخصت المسألة بتاعتي يعني ايه لخصت عرفت ايه المعطيات المعطيات اللي عندي عندي مبلغ بعشر تلاف مدة بالشهور 15 معدل 12% المطلوب مني مطلوب فايدة ومطلوب جملة اتفقنا يا شباب ان احنا بعد ما بنلخص المسألة بنروح نكتب القانون بتاعنا مطلوب فايدة يعني انا هكتب قانون الفايدة المدة اللي عندي بالايه بالشهور يعني هكتب قانون الفايدة في حالة المدة بالايه بالشهور تعالوا نكتب القانون فيه بالشهور بتساوي الف في عين على مية في شين على اتناشر وقلنا الاثناشر لاننا عندي السنة فيها اتناشر شهر يبقى نا دلوقتي كتبت القانون بتاعي هبدأ اعوض يعني ايه هعوض هشيل الرمز وحط الرقم بتاعه في نفس الايه المكان فيه هتساوي ها الالف عندي بكم فوق يا شباب بعشر تلاف جيت في نفس المكان كعملت كتبت الالف بعشر تلاف بعد كده عين هطلع جيبي العين من فوق عين باتناشر يبقى في نفس المكان هكتب اتناشر وعشان علامة في المية دي دايما بنقسم على كام على مية شين شين عندي فوق بكم بخمستاشر يبقى هشيل الشين وهكتب خمستاشر وهأسم على كام على اتناشر يبقى لانا عملتو دلوقتي يا شباب ان انا عوضت في القانون شيلت الرمز وحطيت القيمة في نفس المكان هروح دلوقتي همسك الالة الحزبة هضرب عشر تلاف في اتناشر على مية في خمستاشر على اتناشر او عشر تلاف في اتناشر في خمستاشر على الف ومئتين هنشوف الناتج هيتطلع كام الناتج هيتطلع معايا الف وخمسمائة جنيه وانا عندي كلام يا شباب همسك الالة الحزبة كمان مرة هضرب عشر تلاف في اتناشر في خمستاشر على الف ومئتين ولازم الناتج يطلع معايا الف وخمسمائة لو طلع ناتج غير كده هروح اعمل العملية الحسابية مرة ثالثة عشان اشوف ايه الناتج الصح يبقى انا دلوقتي حسبت الفايدة طلعت معايا 1500 جنيه هروح احسب الجملة اتفقنا اننا الجملة او الرصيد ناتج جمع المبلغ اللي ليه في البنك زائد الفايدة اللي البنك حسبها لي يبقى اقول جيم بتساوي الف زائد فيه يعني المبلغ زائد الفايدة هاجي كتبت القانون هروح اعوض في القانون اقول جيم بتساوي الف شلتها وكتبت القيمة اللي هي كان فوق 10.000 جنيه زائد فيه عندي انا حسبتها بكام ب1500 جنيه يبقى اقول 10.000 زائد 1500 هتطلع معايا الجملة 11.500 جنيه ابنائي وابناتي الطلبة ايه الفرق بين المسألة اللي معايا والمسألة اللي احنا حلناها من شوية المسألة اللي معايا برضو فيها مبلغ ومعدل ومدة لكن المدة اللي هنا كانت عبارة عن سنوات وشهور يعني سنة وثلاث شهور فاضطرنا ان احنا نحول المدة عشان نخليها نوع واحد خلينا المدة بالشهور السنة عندي ب12 شهر زائد 3 شهور يعني عندي المدة 15 شهر عشان كده استخدمنا قانون الفايدة في حالة المدة بالشهور اللي هي فيه بتساوي الف في عين على مية في شين على 12 عوضنا في القانون طلعت معايا الفايدة بالف وخمسمية رحنا حسبنا الجملة واستخدمنا قانون الجملة اللي هو وجين بتساوي الف زائد فيه جمعنا العشر تلاف زائد الالف وخمسمية طلعت الجملة بتاعتي كام 11 الف وخمسمية جنيه يبقى المسألة الاولانية اللي احنا حلناها كان فيها المدة بالسنوات المسألة التانية اللي احنا حلناها كان فيها المدة بالشهور تعالوا نشوف المسألة اللي جاية فيها ايه وايه المطلوب وازاي هنوجد المطلوب السؤال التالت بيقول لي اودعت سميرة اودعت سميرة مبلغ 20 الف جنيه في بنك لمدة 180 يوم بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا احسب الفائدة البسيطة والرصيد في نهاية المدة احنا قرينا المسألة هنرجع نقراها كمان مرة عشان نحدد ايه المعطيات وايه المطلوب بيقول لي اودعت سميرة مبلغ 20 الف جنيه يبقى المبلغ اللي اودعته 20 الف جنيه واتفقنا ان المبلغ برمزله بالرمز الف يبقى عندي الف بكام ب20 الف جنيه تم الادع في بنك لمدة 180 وهل المية وتمانين دي سنة ولا شهر ولا يوم بيقول لي المية وتمانين دي مية وتمانين يوم بمعدل فائدة بسيطة المعدل 12 في المية سنويا واتفقنا يا جماعة ان المدة بالايام برمز لها بالرمز يه والمعدل برمزله بالرمز عين يبقى اصبح عندي قلب بعشرين الف جنيه يهب 180 يوم عين ب12 في المية سنويا احسب الفايدة البسيطة اللي هي فيه والرصيد وكلمة الرصيد هو نفسه الجملة يعني الجملة عندي اللي هي بنرمز لها بالرمز جيم يبقى احنا قرينا المسألة وعرفنا ان في عندي مبلغ معدل مدة ومطلوب مني فايدة ومطلوب مني جملة تعالوا يا شباب اما نروح نلخص مسألتنا ونشوفها نحل ازاي الف عندي اتفاقنا بكام بعشرين الف جنيه المدة بالايام عندي برمز لها بالرمز يه يه عندي بكام ب180 يوم المعدل 12% سنويا مطلوب مني فايدة تحتها علامات استفهام مطلوب مني جيم اللي هي الجملة هحط تحتها علامات استفهام لخصت مسألتي يعني حددت ايه المعطيات وايه المطلوب هحدد القانون اللي انا هحل بيه المسألة انا دلوقتي مطلوب مني فايدة وعندي المدة اللي في المسألة بالايام يبقى انا هوجد الفايدة باستخدام قانون الفايدة في حالة المدة بالايه بالايام هقول فيه بالايام بتساوي هكتب القانون بتاعي اتفقنا ان الفايدة بتساوي المبلغ في المعدل في المدة ولما نيجي نكتب الرموز هنقول الف في عين عالمية فيه على 360 هذه الف في عين عالمية فيه على 360 وقلنا 360 على اعتبار ان عدد ايام السنة التجارية 360 يوم كتبنا القانون بتاعنا بنعمل ايه يا شباب برافو عليك هنروح نعوض في القانون يعني هنشيل الرمز ونحط القيمة بتاعته في نفس المكان تعالوا نعوض في القانون فيه بتساوي الف الف فوق بكام بعشرين الف هذه الالف بعشرين الف عين بكام فوق باثناشر يبقى عين اتناشر وعشان في المية بقى سمع على مية يه يه فوق بكام بمية وتمانين يوم يبقى يه بمية وتمانين على كام على تلتمية وستين كتبت القانون يا شباب عوضت في القانون بعمل ايه بعد كده برافو عليك ها ابن من ابنائنا بيقول هروح استخدم الالة الحزبة عشان نطلع قيمة الفايدة هنمسك الالة الحزبة احنا اتفقنا ان احنا معنا الكاشكول والالم والالة الحزبة يلا شباب مع بعض كده عشان نشوف شغلنا صح ولا غلط هنضرب بالالة عشرين الف في اتناشر على مية في مية وتمانين على تلتمية وستين او عشرين الف في اتناشر في مية وتمانين على ستة وتلاتين الف هنشوف الناتج هيطلع كام الناتج هيطلع معايا الف ومثين جنيه وهنجرب كمان مرة ولازم النتج يطلع معانا الف ومثين جنيه يبقى ان دلوقتي يا شباب رحت حسابة الفايدة اللي مطلوبة يعني اوجدت المطلوب الاول هروح احسب المطلوب الثاني المطلوب الثاني اللي هي جيم اللي هي بترمز للجملة او الرصيد هاجي هكتب القانون بتاعي جيم بتساوي الف زائد فيه هعوض في القانون جيم بتساوي انا عندي الف فوق بكام بعشرين الف وفيه هي اللي انا حسبتها بكام بالف ومتين جنيه يبقى انا هاجمع العشرين الف زائد الالف ومتين جنيه ادي عشرين الف زائد 1200 يطلع واحد معايا 21200 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة ايه الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي قابليها والمسألة اللي قابليها اول مسألة كان بيديني مبلغ معدل مدة بس كانت المدة بالسنوات عشان كده قلنا الف في عين عالمية في نون المسألة اللي بعدها بعد ما خلينا المدة نوع واحد اصبحت المدة بالشهور يبال السؤال الاول كانت المدة بالسنوات التانية كانت المدة بالشهور عشان كده استخدمنا قانون الفايدة في حالة المدة بالشهور اللي هو الف في عين عالمية في شين على كام على 12 المسألة اللي لسه معايا كان فيها المدة بالايام عشان كده اوجدنا الفايدة باستخدام قانون الفايدة في حالة المدة بالايام قلنا الف في عين عالمية والمدة بالايام بنرمز لها بالرمز ايه فعشان كده قلنا فيه على كام على تلتمائة وستين على اعتبار ان ايه عدد ايام السنة التجارية تلتمائة وستين يوم وفي كل في التلات اسئلة اللي احنا حلناهم كان بيطلب مني فايدة وكان بيطلب مني جملة فبعد ما بروح احسب الفايدة بعوض في قانون الجملة اللي ما بيختلفش في اي حالة من ايه من الحالات اللي قلنا عليهم ان الجملة بتساوي المبلغ زائد الفايدة يعني جيم بتساوي قلف زائد فيه بجمع المبلغ زائد الفايدة اللي انا حسبتها بيطلع لي الرقم بتاع الايه الجملة او الرصيد يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نحسب الفايدة في حالة المدة بالسنوات اتعلمنا ازاي نحسب الفايدة في حالة المدة بالشهور اتعلمنا ازاي نحسب الفايدة في حالة المدة بالايام وازاي نحسب الجملة او الرصيد هنتلعل على جزئية تانية دلوقتي هنتعلم إزاي نحسب أي عامل من عوامل الفي عوامل الفي ده كم عامل؟ قلنا عندي ثلاث عوامل مبلغ، معدل، مدة معنى كده إن إحنا طالما هنتعلم إزاي نحسب أي عامل من العوامل يعني هناخد مسائل مطلوب فيها المبلغ هناخد مسائل مطلوب فيها المعدل هناخد مسائل مطلوب فيها المدة يعني المسائل اللي هناخدها يا إما تحت كده بيقولك اوجد المبلغ يا إما هناخد مسائل بتلاقي مكتوب فيها اوجد المعدل أو اوجد الايه المدة تعالوا نشوف كده المسائل دي بيبقى شكلها عامل إزاي وإيه المعطيات وإيه المطلوب وإزاي وبينيوجد المطلوب أول حاجة إحنا هنتعلم إزاي نحسب المبلغ بمعلومية الفايدة تعالوا نشوف السؤال بيبقى شكله عامل إزاي السؤال الرابع بيقول لي استصمر شخص مبلغا ما استصمر شخص مبلغا ما في بنج بمعدل فايدة بسيطة 12% سنويا وبعد ثلاث سنوات بلغت الفايدة المستحقة له 2160 جنيه احسب أصل المبلغ المستصمر أنا قريطي المسألة هنقرأ المسألة بتاعتنا كمان مرة عشان نشوف إيه اللي فيها إيه مضمون المسألة إيه المعطيات إيه المطلوب تعالوا نقرأ تاني استصمر شخص مبلغا ما في المسائل اللي فاتت يا شباب كان بيجي يقول لي استصمر شخص مبلغ 10 تلاف 20 ألف 30 ألف أي كان الرقم يعني كان بيبيني رقم المبلغ هنا الوضع مختلف بيقول لي استصمر شخص مبلغا ما أفهم إيه يا شباب برافو عليك أنا سامع بنت من بناتنا بتقول إن هنا المبلغ مطلوب عشان كده مدنيش رقم للمبلغ لأن ده اللي هيتطلب مني إن أنا أوجده يبقى إذن المبلغ عندي مطلوب بيقول لي مبلغا ما في بنك بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا اتفقنا مع بعضينا إن الرقم اللي جنبيه علامة في المية دائما اسمه المعدل اللي أنا برمزله بالرمز عين وبعد ثلاث سنوات الثلاث سنوات دي يا شباب اسمها إيه تمام برافو عليك اسمها المدة وعند المدة هنا بالسنوات والمدة بالسنوات برمز لها بالرمز نون يبقى وبعد ثلاث سنوات بلغت الفائدة طالما بيقول لي بلغت الفائدة يبقى لازم يكون جايب لي الرقم بتاع الفائدة بلغت الفائدة المستحقة له 2160 جنيه أنا عايز أعرف الرقم ده هو إيه يا شباب برافو عليك ها بنت من بناتنا بتقول لي إن الرقم ده هو الفائدة البسيطة اللي هنرمز لها بالرمز فيه طب إيه المطلوب مني مطلوب مني بيقول لي احسب أصل المبلغ المستثمر احنا اتفقنا إن قبل كده كان داما يقول لي احسب الفائدة وجملة احسب الفائدة وجملة هنا الوضع اختلف بيقول لي احسب أصل المبلغ المستثمر يعني هنا معناها إن المبلغ هو إيه المطلوب يبقى احنا دلوقتي قرينا المسألة عرفنا إن أنا عندي المبلغ مطلوب عندي المعدل 12% عندي المدة 3 سنوات عندي الفائدة 2160 جنيه مطلوب مني المبلغ تعالوا نروح نلخص مسألتنا ألف الألف هنا يا شباب أنا حطيت تحتها علامات استفهام لإني ملوش رقم لإني هو اللي مطلوب مني فعشان كده قلت ألف حطيت تحتها علامات استفهام لكن المعدل عندي أنا عارف إن المعدل 12% سنويا المدة عندي 3 سنوات الفائدة عندي اللي هي رمزها فيه 2160 جنيه يبقى ما نبص على الترخيص بتاع المسألة مديني معدل 12% سنويا مديني مدة 3 سنوات مديني فايدة 2160 جنيه آه مطلوب مني مطلوب مني المبلغ فيه هعوض طبعا يا جماعة طالما مطلوب مبلغ بمعلومية الفايدة هعوض في خانون الفايدة فيه بتساوي ألف في عين عالمية في نون هو ده الخانون اللي أنا هحسب منه المبلغ لإن أنا عندي طالما مديني فايدة ويقول لي احسب المبلغ فبكتب خانون الفايدة في حالة المدة بالسنوات هعوض فيه ب2160 آلف بنزل بيها زي ما هي المعدل عندي 12 على 100 فيه 3 بعد كده هاخد الآلف ده هي هطلعها برة هقول الآلف بتساوي بضرب الرقم اللي قبل علامة التساوي في الرقم اللي تحت يعني هضرب 2160 في 100 اه 2160 في 100 على الرقمين اللي فوق اللي هي 12 في 3 يبقى 2160 في 100 على 12 في 3 طبعا مفروض ان أنا باخد شرطة كسر بضرب الأرقام اللي فوق وبضرب الأرقام اللي تحت بيديني المبلغ بتاعي المبلغ بتاعي 6000 جنيه يبقى ندلوقتي حسب المبلغ بمعلومية الفايدة ليه بمعلومية الفايدة لاني بيديني رقم الفايدة عشان كده استخدمت قانون الفايدة هنروح على السؤال اللي بعديه هنتعلم ازاي نحسب المبلغ بمعلومية الجملة يعني بدل ما هو مديني فايدة مديني جملة السؤال بتاعي بيقول لي يا جماعة بيقول لي اودع تاجر مبلغا ما في احد البنوك بفايدة بسيطة 10% سنويا وبعد 18 شهر بلغت الجملة 13800 جنيه اوجد المبلغ المودع او اللي تم اداعه اريت المسألة هاراها كمان مرة عشان الاخصها اودع تاجر مبلغا ما يبقى المبلغ بتاعي مطلوب في احد البنوك بفايدة بسيطة بل معدل عندي 10% اللي هي عين وبعد 18 شهر بلمد عندي بالشهور بلغت الجملة هناك كان بيقول لي بلغت الفايدة هنا بيقول لي بلغت الجملة 13800 جنيه ايه المطلوب مني احسب المبلغ المودع هروح الاخص مسألتي المبلغ طبعا عندي مجهول فعشان كده هحط علامات استفهام شين عندي ب18 شهر المعدل عندي 10% سنويا هنا مش مديني فايدة هنا مديني جملة الجملة عندي 13800 جنيه طبعا هناك عشان كان مديني فايدة هنا كتبت قانون الفايدة وعودت وطلعت الايه المبلغ بتاعي هنا بكتب قانون الجملة اللي احنا بنقول عليه قانون الجملة المباشر اللي هو جيم بتساوي الف الف في جملة الجنيه الواحد جملة الجنيه الواحد اللي هو عبارة عن واحد زائد عين على مية فشين على اتناشر وليه في شين يا جماعة لأنه عند المدة هنا بالإيه بالشهور إيه با دا القانون اللي بيستخدمه في إيجاد المبلغ بمعلومية إيه يا شباب بمعلومية الجملة هروح أعوض في القانون بتاعي جيم شلتها وحطت القيمة أدي جيم عندي ب13800 بتساوي هعوض ألف هنزلها زي ما هي لأن الألف فوق ملهاش قيمة الواحد زي ما هو لأن الواحد دا يا جماعة ما بيتغيرش لأن أنا بقول جملة الجنيه الواحد فعشان كده دايما هنا بنكتب واحد واحد زائد المعدل عندي عشر عالمية عشر عالمية في شين 18 على كام على 12 يبقى أنا كتبت القانون يا شباب عوضت في القانون هروح دلوقتي بعد كده هعمل إيه هطلع الألف برة وهأسم اللي قبل علامة التساوي على خلاصة القوص ده ماشي يبقى أنا هنزل بال13800 بتساوي ألف فيه الواحد و 15% من 15% دي يا شباب هي خلاصة القوص اللي قدامي لو أنت معاك ألة حسبة بسيطة أو الألة الحسبة اللي في الموبايل إزاي بتتخلص من القوص ده لأن فيه علامة زائد وإسمة وضرب وحاجات كتير بمسك الألة الحسبة مش الحديثة لو معايا الحديثة مش مشكلة لكن لو ألة بسيطة من اللي هي الرخيصة دي أو الألة الحسبة بتاع الموبايل هروح من على الشمال هقول 18 على 12 في 10 على 100 يساوي زائد 1 يساوي تاني يا شباب 18 على 12 في 10 على 100 يساوي زائد 1 يساوي هيديني 1 و 15 من 100 أصبح عندي 13800 بتساوي ألف في 1 و 15 من 100 عشان أخلص الكلام ده هطلع الألف برة وقسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي يعني الألف هتساوي 13800 على 1 و 15 من 100 هلاقي الناتج بتاعي طلع كام 12 ألف جنيه يبنى دي وقت اتعلمت ازاي احسب المبلغ بمعلومية الفايدة والمبلغ بمعلومية الجملة هنروح بعد كده نتعلم ازاي نحسب المعدل تعالوا نشوف السؤال السادس بيقول ايه بيقول اقترض شخص مبلغ 5000 جنيه من بنك بمعدل فايدة بسيطة ما وبعد 135 يوم بلغت الفايدة البسيطة 225 جنيه احسب معدل الفايدة البسيطة أريد المسألة هأرها كمان مرة عشان ألخصها واشوف ايه المعطيات وايه المطلوب بيقول لي اقترض شخص مبلغ 5000 جنيه يبقى ايزا المبلغ عندي 5000 جنيه من بنك بمعدل فايدة بسيطة ما اللي مكتوب جنبها ما دلوقتي ها هو ايه جماعة هو المعدل يبقى ايزا المعدل عندي هو اللي مجهول وبعد 135 يوم يبقى عندي المدة بالأيام اللي هي ايه 135 يوم بلغت الفايدة البسيطة 225 جنيه يبقى ايزا مديني مبلغ 5000 جنيه معدل مطلوب مدة 135 يوم الفايدة 225 جنيه احسب معدل الفايدة اللي ايه البسيطة تعالوا نلخص مسألتنا الف عندي بكام ب5000 جنيه المعدل مجهول عشان كده احط علامات استفهام اليه عند ب135 يوم الفايدة عندي بكام ب225 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة هسهل عليكم الامر لو اي مسألة مطلوب فيها معدل او مطلوب مدة ملهاشا لطريق واحد هو ان انا عوض في قانون الفايدة المبلغ هو ليه حالتين لو مديني فايدة اوجد المبلغ بمعلوميتي الفايدة يعني باستخدام قانون الفايد لو مديني جملة وبيقولي احسب مبلغ بحسب المبلغ بمعلوميتي الجملة يعني باستخدام قانون الجملة المباشر اللي احنا قلنا عليه لكن المعدل والمدة ما بحسبهمش الا باستخدام قانون الفايدة زي ما هنشوف دلوقت تعالوا كده انا مطلوب مني معدل هروح أوتوماتيك هكتب قانون الفايدة أنا عندي المدة بالأيام يبقى هكتب قانون الفايدة في حالة المدة بالأيام هعوض في القانون بتاعي فيها عندي فوق بـ 225 المبلغ عندي بـ 5000 المعدل عشان ملوش رقم فوق فكتبت العين في نفس المكان وقلت على 100 المدة عندي 135 على كام على 360 يبقى أنا عوضت في القانون الحاجة اللي ليها رقم كتبتها اللي ملهاش رقم كتبت الرمز في نفس المكان زي ما هو بعد كده بعمل إيه يا شباب بعد كده بطلع العين بره اللي هو المجهول بضرب الرقم اللي قبل عالمته تساوي في الأرقام اللي تحت إيه الأرقام اللي تحت المية والتلتمية وستين وبحط الكلام ده فوق شرطة الكاسر يبقى إذن هطلع العين بره هضرب 225 في 100 في 360 على الرقمين حاصل ضرب الرقمين اللي فوق اللي هو 5000 في كام في 135 إذن المعدل هيطلع معايا 12% سنويا هنروح على آخر حاجة اللي هي إيجاد المدة هنشوف السؤال بيقول إيه بيقول استصمر شخص مبلغ 5000 جنيه يبقى المبلغ عندي ب5000 جنيه في بنك بمعدل فائدة بسيطة 12% 12.6% سنويا يبقى دي المعدل اللي هو عين وبعد عدد من الشهور يبقى هنا الشهور هي اللي مجهولة يعني شين اللي مجهولة بلغ الرصيد 5420 جنيه بيقولي إحسب المدة بالشهور هنروح نلخص المبلغ عندي 5000 جنيه المدة بالشهور مجهولة المعدل عندي 12.6% الفايدة عندي مجهولة الجملة ب5420 جنيه هو أنا ليه بقى أقولي الفايدة يا جماعة مجهولة لأننا اتفقت إن أنا لازم أستخدم قانون الفايدة في إيجاد المدة بالشهور فعشان كده لازم أوجد رقم للفايدة هوجد الفايدة إزاي يا شباب هطرح الجملة اللي مدها لي ناقص المبلغ هقول جيم ناقص ها فيه هتساوي جيم ناقص ألف يعني هطرح 5420 من 5000 هيديني 420 جنيه بعد كده هروح أكتب قانون الفايدة هنا الفايدة بالشهور فأقول ألف في عين عالمية في شين على 12 هعوض في القانون بتاعي فيه بـ 420 ألف بـ 5000 عين بـ 12 و 6 من عشر عالمية شين مجهولة بعد كده هروح أطلع الشين برة وهضرب اللي قبل علامة التساوي في الأرقام اللي تحت 420 في 100 في 12 على 5000 في 12 و 6 من عشر أدي الكلام هو اللي احنا بنقول عليه 420 في 100 في 12 على 500 في كام في 12 و 6 من عشر بيساوي المدة عندي كام شهر 8 شهور يبقى احنا أبناءنا وابناتنا النهاردة اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ازاي نحسب الفايدة في حالة المدة بالسنوات وتعلمنا ازاي نحسب الفايدة في حالة المدة بالشهور وتعلمنا ازاي نحسب الفايدة في حالة المدة بالأيام وطبعا في كل مسألة حلناها على اي حالة من الحالات دي كان بيكون مطلوب جملة فكنا بنحسب الجملة ازاي بنجمع المبلغ زائد لإيه الفايد بعد كده اتعلمنا ازاي نحسب اي عامل من عوامل الفايدة قلنا عوامل الفايدة عندي 3 عوامل مبلغ معدل مدة اتعلمنا ازاي نحسب المبلغ اتعلمنا ازاي نحسبه بمعلومية الفايدة يعني باستخدام قانون الفايدة اتعلمنا ازاي نحسب المبلغ بمعلومية الجملة يعني باستخدام قانون الجملة وقلنا ان المبلغ ليه حالتين إما بمعلومية الفايدة وإما بمعلومية الجملة لكن المعدة طبعا تعلمنا إزاي نحسب المعدل طبعا باستخدام قانون الفايدة وتعلمنا إزاي نحسب المدة باستخدام قانون الفايدة واتفقنا مع بعض إننا إيجاد المبلغ إيجاد المعدل وإيجاد المدة ما لهمش الله طريق واحد اللي هو استخدام قانون الفايدة وطبعا الفايدة لو مش موجودة عندي جاهزة لأن في بعض الأحيان بيديني الفايدة جاهزة فعلى طول بروح اكتب قانون الفايدة وبعوض عشان اطلع المدة او المعدل في بعض الاحيان ما بيعملش كده بيجيب لي المبلغ وبيجيب لي الجملة وبيقول لي احسب المعدل او احسب المدة في الحالة دي اول حاجة بعملها لازم اوجد الفايدة بوجد الفايدة ازاي بقول الفه بتساوي جيم ناقص الف وهسهل عليكم الامر ان انا في اي مسألة يا شباب لما لاقي لما لاقي مديني مبلغ وجملة اول حاجة بروح عملها ان انا بحسب الفايدة بقول جيم ناقص الف وبعدين اروح احسب المطلوب بتاعي يبقى النهاردة تعلمنا ازاي نحسب الفايدة والجملة في الحالات كلها سنوات شهور ايام وتعلمنا ازاي نحسب اي عامل من العوامل سواء كان مبلغ او معدل او مدة سعدت بلقائي معاكم اليوم بس احنا مرتبطين بوقت الحلقة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اشكركم على حسن المتابعة واشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله والى اللقاء